السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلبة وطالبات التعليم بالفن الصناعي الصف الرابع أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مادتنا العلوم الهندسية واستكملنا الحلقات السابقة قوانين نيوتن الثالث وقدرنا نخلصه وخذنا تطبيقات شمل عليهم وهنبدأ النهاردة في درس سهل وبسيط خالص بالنسبة لنا أسهل من قوانين نيوتن اللي هو الحركة الدائرية نتكلم عن حركة الدائرية ببساطة كده إن جسم بياخد مصار دايرة حركته بتبقى ماشى في شكل دايرة ممكن الجسم ده يبقى ثابت أو مركزه اللي بيلف حوالين منه ثابت أو بيدور حوالين منه ثابت بقول ده مركز ثابت وممكن يبقى متثبت لحظي أو وقتي فبقول عليه مركز لحظيا أو وقتيا ويبقى السبوت بتاعه لحظة بس ما بيلف أو بيخلص الحركة بتاعته ويبدأ يغير من وضع تاني طيب تعالوا نشوف إزاي أنا بدرس الحركة الدائرية وإزاي أقدر أربطها بالحركة الخطية وإيه همزة الوصل باللتنين عشان أقدر أستنتج القوانين بتاعتي اللي أبدأ أحل عليها المسائل بتاعتي لما أجأ بص بالراحة كده على الحركة الدائرية لو أنا رسمت مثلا محورين بتوعي اللي هم عبارة عن الـ X والـ Y بتاعي وحددت المركز بتاعه وليكن مركز نقطة الأصل هو ده مركز الجسم اللي هيبدأ يلف حواليه وهياخد شكل المصار بتاعه مصار دائري طبعا الكل بيقول لي إزاي أنا هشتغل على الأحداثات الـ X والـ Y مستر ويبقى الجسم بتاعي ياخد مصار دائري أقول لك هتشوف دلوقتي على الرسمه لو أنا رسم كده مثلا أدي محور الـ X مثلا بتاعه ودي محور الـ Y بتاعي أهو وقلت إن الجسم بتاعي مثلا موضوع هنا جسم بتاعي هنا طيب الجسم بتاعي يبقى متعلق في الهوى كده أو سابت في الفراغ لا ده بيبقى واخد خط كده مباشر من نقطة الأصل اللي هو بيلفها حوالين منها وبدأ يلف الجسم بتاعي مثلا ليكن من النقطة إيه هيمشي لحد النقطة A2 من A1 لـ A2 شوفوا المصار اللي بدأ ياخده مصار إيه دائري هوا عندي وبدأ الجسم ياخد المصار ده كده هنا الجسم عمل حاجتين التغير من A1 لـ A2 اسمه تغير في الإزاحة أو الجسم تغير إزاحته تغيرت من ألانه من النقطة A1 لـ A2 وعمل إزاحة في المصار بتاعه الدائري اهو تغير من A1 لـ A2 ده اسمه تغير في الإزاحة عندي طيب أو غير في الزاوية بتاعت اللي هي هنا مثلا لو قلت دي سيتا واحد ودي الزاوية دي كده سيتا اتنين يبقى بدأ الجسم يغير من الزاوية اللي موجودة عندي دي سيتا واحد ودي سيتا اتنين وفيه هنا هو لو أنا ممكن أعمل الزاوية دي الواحدة كده أقول دي سيتا يبقى هنا الجسم أنا بفترض له حاجتين هما الحاجتين أنه بتغير في الإزاحة بتاعته أو نقربها شوية نقول المسافة بتاعته مش من A1 ل A2 مسافة قد دي أو إزاحة قد دي دي بقول عليها متجه السرعة أو السرعة بتاعتي اللي هو مشيها أو الإزاحة بتاعته اللي هو مشيها طبعا دي إزاحة دائرية في شكل ما صار دائر طيب لو هو جيه هاخد أنا التغير بتاعه في الزاوية بدل ما هكانت سيتا واحد لا دي عادة سيتا لا دي عادة سيتا اتنين لو هو وصل للنقطة ايه اتنين طيب إزاي أربط بقى بين الكلام ده وبين القوانين بتاعتي اللي أنا قلتها أنا قلت هنا التغير في الإزاحة ده هو التغير في سرعة الجسيم بتاعي اللي بتحرك من النقطة ايه واحد لو اتنين طيب التغير ده أنا ممكن أجيبه إزاي عن طريق معدل التغير في القوس بتاعي من ايه واحد لأي اتنين ده عبارة عن قوس دائري القوس الدائري عشان أحسبه طبعا عبارة عن نص القطر في طول الايه في الزاوية بتاعتي نص القطر في الزاوية بتاعتي ده يديني القوس الدائري بتاعي إزاي أحسبه طول القوس الدائري ده هو الطول ده هو عشان احسبه بيساوي نص قطر المصار اللي اشتغل فيه الجسم في الزاوية بتاعتي لان الجسم ده لو انا هكمل الدائرة كده هيمشي كده في مصار دائري زي ما انت شايف كده هيمشي في مصار دائري كده لكن انا مش باخد الدائرة كدائرة لأ انا ببين ان حركة الجسم بتاعي ماشي في مصار دائري بياخد شكل دائرة وهو ماشي حركة بتاعته عمل يلف حوالين نقطة سابتة اللي هي نقطة الاصلة عندها وبدأ يلف حوالين فانا عندي حاجتين اما ان انا باخد التغير في الازاحة او باخد التغير في الزاوية وبشتغل عليه طب لو خدت التغير في الازاحة بقول سرعة الجسم سرعة سرعة الجسم بتاعتي اللي هي الفي بتساوي الدين بالنسبة للزمن في طول القوس اللي موجود عندي اللي هو الا واحد الا اتنين وبعمل عليها علامة القوس كده يبقى ده طول القوس يبقى هنا السرعة لو انا جيت احسب سرعة النقطة ايه ده ايه لو انا اعمل ممثل السرعة كده ادي في واحد مثلا هنا كده في اتنين لو تلاحظ كده ان السرعة اتجاهها ايه اتغير مع دوران اتغير ايه الجسء ولو جرت النقطة هنا كده هلاقي فيه ثلاثة بالمنظر ده كده انه مش في خط مستقيم خطية بتاعتي بقول والله هو معدل تغير هو معدل التغير اللي حصل في طول القوس اللي هو ايه مشيه على المساري الدائري بتاعي يبقى هنا الفي بتساوي معدل التغير ايه السرعة الخطية بتساوي معدل التغير اللي حصل عندي في طول القوس اللي موجود عندي طيب دي نقطة النقطة التانية انا قلت ان انا ممكن اخذه بالنسبة للتغير فين في الزاوية طيب معدل التغير بتاع الزاوية الدي سيتا بالنسبة للزمن بساوي حاجة اسمها الامجا اللي هي السرعة الزاوية يعني ماشي بسرعة زاوية تغير الزاوية دي هو اللي بيغارلي في ايه في سرعته طيب يبقى اتفقنا ان الفي بتساوي معدل التغير لطول القوس الامجا بتساوي معدل التغير بالنسبة للزاوية بالنسبة للزمن طيب انا عندي ممكن اربط كده شوية قوانين ببعضيها انا قلتلك ان الفي بتساوي الدي ايه واحد ايه اتنين معدل تغير القوس بالنسبة للزمن اهو بتساوي الدي دي تي الار في السيتا هي مستر اللي انت عملته ده ايه اللي انت عملته ده اقول لك ايه اللي انا عملته ده وهو الار ده هو عبارة عن نصف القطر دوت اللي هو البعد بين نقطة الجسم عن نقطة الاصل اللي انا بشتغل عليها او النقطة السبت اللي هو بلف حولها دي بسميها الار طيب والسيتا اللي هي الزاوية دي انا لسه اقول لك ان حاصل ضرب نص القطر بتاع حركة الجسم اللي هيمشي مصار دائري في مقدار الزاوية اللي موجودة عندي يديني طول القوس اللي هو معنى اصحة يديني الازاحة معنى تاني اللي هي المسافة اما فاضل المسافة بالنسبة للزمن تديني الايه السرعة وده اللي انا وصلت له الفي بفضلها المسافة دي هفضلها بالنسبة للزمن تديني السرعة طب ما هالمسافة دي لو مش موجودة عندي طول القوس ده مش موجودة عندي مش مديني طول القوس يبقى استغل الزاوية اللي هوم الدهالي ونص القطر وادرب الار في السيتا يديني ايه السرعة بتاعته طيب في حاجة انا عندي الار ده مقدار سابت الار ده قيمة سابتة خمسة اثنين تلاتة حسب طول نص القطر اللي موجود عندي يبقى انا لو جيه تفاضل المقدار السابت هيديني ايه هيديني صف يبقى انا ما بفاضل ما بفاضلش لايه الزاوية لا ده انا بفاضل كده بقول بتساوي الار في تفاضل الزاوية بالنسبة للزمن ارجع كده معايا كده من حتة دي كده ادي سيتا على دي تيه بتساوي ايه بتساوي عندك هنا كده بتساوي ايه الامجا قال له يعني ممكن اكتب ان الفي اه اه الفي اكتب كده ان الفي تساوي اه الار اخر علاقة انا وصلت لها هي الدي سيتا دي تي اللي هي الامجا وكده او انا قدرت اربط العلاقات العلاقة الخطية بالعلاقة الدائرية قدرت اخد العلاقة الخطية مع العلاقة الايه الدائرية طيب لو انا جيت ابص عندي كده العلاقة بين السرعة المحيطية الممسية والعجلة العلاقة بين السرعة المحيطية والعجلة انا لسه متفق معك كده اني لا افترض ان الاس اللي هي المسافة الاس اللي هي المسافة بتساوي ايه بتساوي الار ها في السيتا بتساوي الار في ايه في السيتا طيب طب ما انا ممكن برضه اقول ان العجلة بتساوي الار في الالف ما هدي المسافة ودي الزاوية وده نص القطر دي العجلة اللي هتحرك بها الجسم سواء تزاوديها هتزيد او هتلاقصية هتقل في بتساوي نص القطر في العجلة الدائرية اللي هتحرك بها جسيم في المصاري الدائري سواء تزاوديها او تناقصية يبقى مقول كده اس عبارة عن المسافة المحيطية والاي اللي هي العجلة الممسية والالفة اللي هي العجلة الزاوية اهي بلاش الدائرة اقول العجلة الزاوية ودي الممسية بتاعته يعني اللي ماشي على المصار بتاعة الدائرة من هنا اقدر افتكر بقى القوانين بتاعة اللي كانت بتقول ان الفي بتساوي الفي ضد زائد الاي في التي اكتبقى بالعربي لعشان نفتكرها العين بتساوي العين صفر زائد الاي في التي اللي هي جي تي يعني السرعة النهائية بتساوي السرعة الابتدائية زائد العجلة للجاذبية الارضية مضروبة فين في الزمان هي هي بالانجليزي الفي يعني السرعة النهائية الفي ضد السرعة الابتدائية زائد الاي اللي هي العجلة والتي اللي هي الايه الزمان ده الاولاني. اللي بيحدد لي السرعة النهائية. في معلومية السرعة الابتدائية ومعلومية العجلة ومعلومية الزمن اقدر اجيب. طيب. في قانون تاني بقول لي ان الاس بتساوي بتساوي ايه? مضروبة في تي زائد نص ايه? تي تربية. بنكتبه بالعرب كده الفي بتساوي عن صفر في تي اللي هو الزمن زائد نص ايه? اللي هي جي تي تربية اللي هو الزمن تربية. دي القوانين اللي احنا واخدينها في التطبيقات من الاول. خدناها ابل نيوتن. وخدناها في سنة تانية. وخدناها في سنة تالتة. وكل سنة بنكررها. حتى في الاعدادية كنا واخدينها. مش حاجة غريبة عليك. طيب. القانون التالت بقول لي ان مربع السرعة النهائية. بيساوي مربع السرعة الابتدائية زائد اتنين في الالفة. اتنين في الاي? اتنين في الاي? في الاس. نكتبه تاني. عين تربيع النهائية. بتساوي عين صفر تربيع الابتدائية. زائد اتنين في العجلة. في المسافة. دي القوانين اللي احنا اخدناها. يا مستر انت كتبتلي دول ايه? اقول لك انا كتبت دول ايه? لان انا قدرت اسوي دول بقوانين السرعة الاين? الزاوية او الحركة الدائرية اللي انا لسا اخد. يبقى هترجم دول لقوانين اللي انا هستخدمها في الحل بالحركة الدائرية. فيها يبقى رمزها ايه? ايه. دي كده الحركة الخطية. يعني في خط مستقيم. طب لو انا جيت اترجم القوانين دي عشان تمشي معايا في المسار الدائري. بقول اللي الفي دي اللي هي السرعة الخطية. لا اعدت اسمها اوميجا. زي الدابليو كده. بتساوي. اوميجا دوت اللي هو السرعة الابتدائية. زائد. الايه? الايه هنا بدل ما هي العجلة دي هتبقى الالفة اللي هي العجلة الزاوية بتاعتي في الزم. نفس القانون هو هو. بس الرموز اللي اختلفت. لكن نفس المعطيات ونفس البيانات. طب الاس هنا عبارة عن ايه? عبارة عن السيتا. لا. يعني المسافة اللي مشيها. سيتا هنا من الزاوية. ده دي مسافة. سيتا هنا كده من الزاوية. ده دي المسافة اللي هي مكان الاس. سيتا بتساوي. الامجا دوت في التي زائد نص. ايه لا? برافو عليك. هكتب الفة. تي ايه? تي تربيع. عشان اخد العجلة الهين الزاوية او العجلة الدائرية اللي انا شغال عليها في المساري الدائرية. ايه. اومجا تربيع بتساوي اومجا ضد تربيع زائد اتنين هه? الفة في الاس بعدي عبارة عن السيتا. وهنا دي ممكن اعتبرها ممكن. اعتبرها تخلي بالك منها كده. زاوية دوران الجسيم. يعني ممكن يقول لك هاتل السيتا. كزاوية دوران تحسبها من القانون دوت. لكن هنا اللي مقصود بها الايه? المسافة. دي كده خلاص. دير تستنتي القوانين اللي انا هستخدمها في حل مسائل الحركة الدائرية. طيب تعالوا نبص كده في حاجة تانية. لو انا عندي جسيم بتحرك على محيط دايرة من النقطة ايه للنقطة بيه. طيب. طبعا انا مش برسم محيط دايرة دايرية. لا ده انا برسم برضو الاحداثات بتاعتي ايه? واعمل كده. وادي النقطة ايه? وهيمشي في مصار دايرة جسيم كده لحد ما اوصل النقطة بيه. وهقفل الشكل بتاعي كده عشان يبقى هو ماشي حوالين النقطة السبتة اللي عندي هنا. لو انا ماشي بسرعة سبتة فالعجلة الممسية اللي قوس دايري تسوي ايه? صف. لو انا جيت هنا كده وعملت هنا ممس للقوس دا كده. دي كده اوميجا خلي بالك وهنا اوميجا اتنين. لما يقول لي ان السرعة سبتة يبقى بقول له والله ان الالفة او العجلة الممسية بتاعتي بتسوي صف. اللي هي المفروض هي الايه? العجلة الممسية اللي هي الايه? زي ما خدناها في الورق اللي فاتت بتسوي ايه? بتسوي صف. نظرا لسبوت ايه? السرعة المحيطية اللي هي ماشي بها على محيط الدايرة اللي انا هكمل الدايرة زي الرسمة اللي فاتت. طيب بالرغم من كده السرعة ليست لها مقدار فقط. ده السرعة لها مقدار ولها اتجاه. اتجاه السرعة سابت ولا بتغير مع حركة الجسم? يبقى اتجاه السرعة بتغير نتيجة دوران الجسم ايه? حوالين النقطة السابت زي ما قلنا. لكن مقدارها سابت. طيب لما اجي ادرس التغير في حركة السرعة اللي هو الدلتا V. التغير في حركة السرعة بسوي ايه? بسوي الدلتا VB ناقص الفي ايه? طبعا انا بدرس هنا كمية متجهة. فعشان كده بحط علامة ايه? لاتجاه بتاعي. يبقى الدلتا V تغير في السرعة من هنا الهنا. بسوي ايه? بسوي الفي بي. ناقص الفي ايه? لان طبعا دي السرعة التانية اللي انا وصلت لها. دي السرعة الابتدائية اللي انا شغال بها. طيب. لما اجي اقول لك والله الدلتا V على الدلتا T لو انا لو انا جيت افاضل الدلتا V بالنسبة للزمن. هي تساوي ايه? بساوي الدلتا سيتا على الدلتا T. بس مضروبة في ايه رجالة في ال V بتاعتي. يبقى هنا تفاضل السرعة الخطية بتاعتي اللي انا هاخدها هنا. هتساوي قيمة السرعة الخطية في تفاضل الزاوية سيتا اللي هيبدأ اتحرك بها الجسيم حوالين النقطة السابتة بتاعتي. طب انا لسه واخد ان ال V اديه سيتا على دي تي دي بتساوي الامجا. يعني ممكن الدلتا في دلتا T اكتبها كده ان بتساوي ال V في الامجا. يبقى بتساوي السرعة الخطية في السرعة الزاوية. طيب. من هنا انا وصلت كده لنقطة سهلة وبسيطة اللي هي المعادلات بتاعتي اللي بقولها تاني ان الامجا بتساوي الامجا دوت او الامجا زيرو اللي هي السرعة الابتدائية زائد ال A في ال T او الامجا سكوير بتساوي الامجا دوت سكوير مضروبة في T تربيع زائد اتنين A في ال S او ال الفة في ال A في ال S بتاعتي. في السيتا. طيب. يبقى هنا اقدر استخدم القوانين دي في حل مسائل واقدر احل المسألة. حتى لو جاب لي مسألة شاملة كذا فكرة ومقسمها للمسافات متساوية. تيجي نشوف مسألة وازاي يطبق القوانين نشوف مسألة. مسألة بتقول لي في مسألة كده بتقول لي حد دافة تدور بسرعة. السرعة دي قدي متين وعشرة. يعني دورة لكل دقيقة. الحد دافة دي عبارة عن ترس كبير بيلف بسرعة مقدرها قديه متين وعشرة لفة في الدقيقة. يعني بتلف متين وعشرة لفة كاملين في الدقيقة الوحدة. طيب. فإذا. تزايدت سرعتها. خلي بالك سرعتها بتزيد بانتظام. لمدة اربع ثواني. اللي هي اس رمزها اربع اس. فور اس. طيب. وبين حد دافة تدور بسرعة متين وعشرة رفليوشن بير منت. في الدقيقة. فإذا تزايدت سرعتها بانتظام لمدة اربع ثواني طبعا تزايدت يبقى لازم يديني السرعة وصلت لكام. او زادت بقت كام. حتى وصلت الى خمسمية وستين رفليوشن بير منت. يعني السرعة زادت من مئتين وعشرة لخمسمية وستين رفليوشن بير منت. خلي بقى لك بقى هو عايز ايه. فحدد قيمة العجلة الزاوية. العجلة الزاوية اللي رمزها ايه? الف. طيب احنا لسه اخدي. التي تسببت في زيادة السرعة. خلي بالك. وعايزي تاني. وعايز عدد اللفات. التي دارت بها الحدافة خلال هذه الفترة الزمنية. دي كده كانت نصي ايه? المسألة. تعالوا نشوف نفكر في المسألة. هو بقول لي حدافة بتدور بسرعة مئتين وعشرة رفليوشن بير منت. يعني بدأت السرعة البتدائية بتاعتها اللي هي الامجا. هه? الامجا. زيرو بتاعتي بتسوي كام? متين وعشرة رفليوشن بير منت. طيب. الامجا النهائية اللي وصلت ليها كانت كام? كانت خمسمية وستين بير منت. التي بتاعتي كانت كام ثانية اللي خدتها عشان تتغير السرعة بتاعتها من متين وعشرة لخمسمية وستين كانت اربع ثواني. عايز الالفة. وعايز عدد اللفات اللي هيلفها. عدد اللفات اللي هيلف بها الجسم كام لفة في الديقة. عايز كام لفة فين في الديقة. يعني عايز هنا اللفات هنجيبها كام زي دول كده. طيب. انا كده جبت الامجا زيرو. وجبت الامجا وجبت التي. وجبت الايه? الالفة. الاول انا بشتغل بسرعة ايه? دائرية. دائرية انا بقيس الكلام ده بالنسبة للايه? للزاوية. طيب. عشان اقيس له في اليوشان بير منت بالنسبة للزاوية. بقول له والله ان الامجا زيرو. حكس كده معي بتساوي. متين وعشرة في اتنين باي. اللي هي تلاتة واربعتاشر من مية. على ستين. لان انا بقيسها بالنسبة للزاوية دي. انا مش عارف ان زاوية ستين. لكن ده قانون عندي عشان احول من ريفليوشان بير منت. للتقدير الدائري اللي هو هيطلع بالراد لكل سنة. بدل ما هتبقى لفة لكل دقيقة. لأ هتبقى بالتقدير الدائري لكل سنة. او بالتقدير الزاوي لكل ايه? سنة. طيب. المضرب متين وعشرة في اتنين في تلاتة واربعتاشر من مية. على ستين. تساوي اتنين وعشرين. راد لكل دقيقة. طيب القمجة التانية. هي? السرعة النهائية. هعمل ايه? هاضربها في كام? في اتنين باي على ستين. او خمسمية. وستين. في اتنين. باي. على ستين. بتساوي. تمانية. وخمسين. وخمسة من عشرة. راد. على الثاني. انا كده قدرت اجيب ايه? طيب. انا مش عملت حاجة في المسألة غير ان انا حولت من ريفليوشن بير مينت للراد على الايه? على الساكن. دل هو التقدير الدائري اللي انا هشتغل عليه. طيب. هكتب القانون بتاع اللي انا هستخدمه. ايه هو القانون اللي انا هستخدمه? اللي هو بقول لي ان الامجا. هم? بتساوي. الامجا نوت زائد. هه? الالفا في الايه? في التين. لاحظ كده انا عندي الامجا معلوفة. الامجا ضد معروفة. عندي التين معروفة اللي مجهولة عندي الايه? الالفا. طيب من هنا ممكن اقول ان الالفا. هه? هه? انا الفا في التين بتساوي الامجا ناقص الامجا ايه? ضد. طب الكلام ده هيقدي ايه? هيقدي ان الالفا بتساوي اه? الامجا ناقص الامجا ضد على التين. انا سامع ناس بتتكلم كده? عمالة تتسس وخايفة ان صوتها يعلم. لا اتكلم. اقول اللي عندك. ما تخافش. يبقى الالفا بتساوي ايه? الامجا ناقص الامجا ضد على التين. هعوض في المسألة هجيب قيمة الالفا. يبقى الالفا بتساوي. انا حسبت الامجا بكام? بتمانية وخمسين وخمسة من عشر. ناقص الامجا ضد اللي انا جبتها باتنين وعشرين. على التين اللي هو كام? اربعة. اطرح الاتنين دول من بعض واقسم الناتج على اربعة. هيطلع بيساوي تسعة وستاشر من مية. راد على السكن. يبقى دي قيمة الايه? الالفا اللي هي العجلة الزاوية اللي هو عايزها. يبقى عجلة يبقى على الثانية ايه? تربية. ما ننساش الحتة دي. انا تعملت ما اكتبهاش. قال لما ارجع لك تانا اقول لك دي ايه عجلة? يبقى متر على الثانية تربية. راد على الثانية تربية. سنت متر على الثانية تربية. حقيقة انا كانت شغال. المهم الثانية ايه? تربية. طالما انا شغال على عجل. لو مسافة بالمتر او بالراد. لو سرعة يبقى بالراد على السكند بس. لو هي الامجة بس يبقى الراد على السكند. طب انا جبت كده الالفا بتاعتي. عايز اجيب عدد اللفات. هو عدد اللفات هيجي منين? لو لاحظت كده قلت لك عدد اللفات عبارة عن ايه? المسافة اللي مشيها. ما انا لفيت لفة. واثنين وثلاثة واربعة وعشرة ومية لفة. ميتين لفة. لما افرد اللفات دي كلها كده. وابدأ احسبهم كم لفة. مش انا اكدي المسافة اللي انا مشتها. يبقى هستخدم قانون ايه? السيتة. ها? صح? اقول له كده بما ان السيتة. بتساوي ايه السيتة? قانون السيتة اللي هو قانون مسافة? اوميجا دوت تي زائد نص الفة التي تربيه. طب بص كده ايه المجهولة عندي? مش حاجة مجهولة. السيتة دي اللي انا هحسبها اوميجا دوت موجودة. التي موجودة باربعة. النص موجودة. الالفة انا حسبتها. التي تربيع موجودة اللي هي اربعة تربيع. يبقى بقول له والله السيتة هتساوي. تعويض مباشر. اوميجا دوت اتنين وعشرين. في التي بكام باربعة. زائد نص في الالفة تسعة وستاشر من مية. في التي تربيع اللي هي اربعة في اربعة. الكلام دا ما خلصوا كله بالالة الحسبة بتاعتي هيطلع كده بيساوي مية واحد واحد وستين وتمانية وعشرين من مية. ها. ده ايه? راد ها. دي مسافة يبقى بالراد بس. مية واحد وستين وتمانية وعشرين من مية دقراد مسافة دائرية. طب انا عايز احول المسافة الدائرية دي للفات. تفاكرين اما احنا كنا بنحول من المسافة اللفات للمسافة الدائرية ضربت فيه? في اتنين باي على كام? على ستين عشان احولها بالثانية. طب هنا هي متحولة بالثانية لوحدها. يبقى انا هعمل ايه? هقسم على اتنين باي بس. يبقى كده السيتة ده. هتساوي مية واحد وستين وتمانية وعشرين من مية على اتنين باي. هتطلع بتساوي كام? حد ما على حسبها بسرعة كده نحسبها. ها? رافع عليك هتطلع خمسة وعشرين. وسبعة وستين من مية. وكم لفة? يبقى المسافة طلعت كام لفة? خمسة وعشرين. وسبعة وستين من مية لفة. خلصت المسألة وباعتش صعب. طيب. تاني بقولك تاني خلي بالك. لو عايز الزاوية. لو عايز الزاوية هستخدم انهي قانون هستخدم القانون اللي بقولي انه اوميجا سكوير بتساوي اوميجا دوت سكوير زائد اتنين الفة في سيتة. ومن هنا دي اللي هتيجي دي هتبقى الزاوية. لو هو طالب مني زاوية الدوران كامل الجسيد. طيب هو مش طالبها متشكري. مسألة دي تفهمت? مباشرة نعيدها تاني? ولا مفهومة? طيب. تعالوا نشوف مسألة تاني اصعب شوية. وفيها فكرة عندي شوية. عندي مسألة بتقوليه? برضو حداف. تتزايد سرعتها. تتزايد سرعتها. بعجلة منتظمة. خلي بالك قال لك عجلة منتظمة ايه? هنستفيد منها في حاجة ان العجلة المنتظمة هتساوي ايه? صفر لما تكون السرعة ايه? سابتة. بعجلة منتظمة. من حالة السكون. قال لها. ده سرعتها ازدادت من حالة السكون. يعني هي اول سرعة عليها كانت كام? صفر. سرعتها بدأت تتزايد من حالة السكون. يعني الجسم واقف. يعني القوم جزيل وكام? بصفر. انا بفسر جزء جزء انا ماشي. لفترة ثلاث ثواني. لفترة كام? ثلاث ثواني. حتى تصل الى. حتى تصل الى. السرعة زادت من السكون. فترة ثلاث ثواني. وصلت لكام? وصلت لمتين وعشرة. ريفليوشن. بيرمن. ايش يا عم? واحد بيقول لي ما هي هي المسألة? فاقولك لا. دي مسألة مختلفة خالص. وهتطلع النتائج مختلفة خالص عن اللي فات. حيثو. خلي بالك كده. تستمر في الدوران. بهذه. ها? في فترة. اربعة مينت. اربعة دقائق. يبقى السرعة زادت من السكون. في فترة ثلاث ثواني. ووصلت متين وعشرة. واستمر بالسرعة دي. استمر الجسم بالدوران بنفس السرعة دي. ثابت. لمدة اربعة دقائق تانين. خلي بالك دي فترة ودي فترة. فانا بقولك دي فترة ودي فترة. ثم. الفترة التالتة بقى بقولي. ثم. تتناقص. السرعة. السرعة بدأت اتقل تاني. بانتظام. بمعدل. خمسة. راد. على السكند تربية. قال له. ده دي عجلة. اه. معدل العجلة بتاعي. بدأ يقل اللي بنقدر كام? خمسة راد على السكند تربية. فهيقل اللي معها لإيه? السرعة. احسن. خلي بالك كده. احسن. قيمة. العجلة. التزايدية. المنتظمة. وزمن. بحاجة اول حاجة. العجلة التزايدية المنتظمة. وزمن. تناقص. السرعة. حتى. خلي بالك كده. حالة. السكون. لا. ده مش السرعة اتناقصته بس. لا. ده تفضلت تتناقص. لحد ما الحدافة وقفت. لحد ما وقفت. يعني السرعة النهية بتاعتها تبقى بكام? بزيرو. وعشان كده انا بقولك المسألة دي هنقسمها لفترات هنشتغل عليها كل فترة لوحدها. في حالة السكون. والعدد. خلي بالك كده. والعدد. الكل للدوران التي دارتها الحدافة. يعني عايز العدد الكل لكم دورة الحدافة دارت بيها او لفت بيها على المصار اللي هي شغالة فيه. حل بتاعي بقى. انا بفكر في الحل بتاعي. هقول كده رقم واحد. وانا بحل. رقم واحد اللي هي فين? اللي هي هنا حدافة تتزايد سرعتها بعجلة منتظمة. خلي بالك السرعة بتتزايد من حالة السكون. من حالة السكون يبقى الأوميجا زيرو بتساوي زيرو. التي بساوي ثلاثة ثانية. الأوميجا ضد. الأوميجا النهائية بتساوي ميتين وعشرة. رفليوشن بين منت هعمل فيها ايه؟ اضربها في كام؟ برافو عليك. في اتنين باي. على ستين. عشان تتحول تبقى اتنين وعشرين. راد. هه؟ على السكن بس. وانا اقول سكن دي تربيع. هه؟ لا برافو عليك. راد على السكن بس ليه؟ لان السرعة مسافة على زمن. انما العجلة اللي بقول مسافة على تربيع الايه؟ على الزمن المربع. لانها معدل. العجلة عشان اجيبها. معدل تفاضل الايه؟ السرعة. فاكني بفاضل السرعة مرة تانية بالنسبة للزمن. يبقى هنا بفاضل للزمن مرتين عشان كده بكتب تربيع في العجلة. لكن في السرعة بكتب بحضة بس. انا هجيب ايه من هنا؟ انا هجيب ايه من هنا؟ هحسب قيمة العجلة الهين التزايدية. طب اش معنى حسبتها من هنا؟ ما انا بقول لك واحد دافة تتزايد سرعتها بعجلة منتظمة. لا يبقى العجلة اللي هتيجي هنا هي العجلة الهين التزايدية. ايبقى هنا بحسب هنا ايه؟ الالفا. طب عشان احسب الالفا انا عند الامجا وعند الامجا دوت وعند التي. اجيب الالفا من انه قانوني. يبقى بقول له بما ان الامجا بتساوي الامجا ضد زائد الالفا تي. عندي دي معلومة دي معلومة دي معلومة اللي مجهولة عندي الالفا وبقول له اذا الالفا بتساوي زي ما كتبناها المرة اللي فاتت الامجا ناقص الامجا ضد على التي اعوض فيها هتساوي الامجا بكام باتنين وعشرين ناقص الامجا ضد بزيرو على التي اللي هي كام تلاتة يعني بمعنى اصح اتنين وعشرين على تلاتة ممكن احسبها ممكن احسبها زي ما هي يبقى بتساوي اتنين وعشرين على تلاتة راد رافو سكند تربيع ها ناس بانا تصحى معايا هي وتركز معايا يبقى اتنين وعشرين على تلاتة راد على السكند ايه تربية يبقى دي انا جبت اول حاجة اللي هي العجلة الهين التزاوي دي طيب خلي بالك بقى كده ايه قالك ثم مشت لفترة حيث تستمر في الدوران بهذه السرعة لمدة اربع دقايق خلاص طب بعد الاربع دقايق اللي حصل ثم تتناقص السرعة بانتظام بمعدل كام خمسة راد على السكند السرعة بدأت تقل بانتظام بمعدل خمسة راد على السكند تربية طبعا لحد ما وصلت لحالة السكون يبقى رقم اتنين كده خلي بالك اقوم اتنين انا السرعة النهائية بتسوي يا رجالة الجسم وقف يبقى السرعة النهائية بتاعته بكام بزيره طيب السرعة الابتدائية انا لسه حاسبها اللي هي اتنين وعشرين هه راد على السكند يا لسه حاسبها طيب الالفا بص تتنخص السرعة بمعدل كام خمسة راد على السكند ايه تربية انا عرفت ان دي العجلة من تمييز بتاعها راد على السانية تربية يبقى دي عبارة عن الالفا بتاعته خمسة راد على السانية تربية اقدر احسب من هنا ايه زمن تناقص السرعة شوف انا انا ماشي مطلوب مطلوب احسب قيمة العجلة التزايدية المنتظمة حسبتها طيب زمن تناقص السرعة حتى حالة الايه السكون يبقى هنا ده زمن تناقص السرعة بقى انا احسبه طب فين القانون اللي انا هطبق فيه انا عند القانون بقولي بقولي ان الامجا هه بتساوي الامجا ضد زائد الفا في ايه في التي صح ولا ايه يبقى التي هيقد كده ان ايه التي هتساوي ايه هتساوي الامجا هه نقص الامجا ضد على الالفا بتاعتي الامجا بكام بزيرو ناقص الامجا ضد يبقى هنا ناقص اتنين وعشرين طبعا انا ممكن اكتب الناقص وممكن ما اكتبهاش لان الناقص هنا بتفدني بس ان السرعة بتقل لكن مش بتعنيني كاشارة هي بتفدني ان هنا فيه تناقص في ايه السرعة بتاعتي العداد عمالي يقل مش بيزيد على الالفا بكام على الخمسة يبقى كن العجلة بتساوي التي بساوي اتنين وعشرين على خمسة طيب بس كده لأ منساش كلمة سكن دجنب منها كده يبقى اتنين وعشرين على خمسة ثانية يبقى انا قدرت احسب ايه العجلة التزاويدية قدرت احسب زمن التناقص حتى سكن عايز بقى العدد الكل للايه للدورات قل بالك ده العدد الكل لدورات انا عندي ثلاث حاجات عندي العدد الكل للدورات في الفترة الاولى دي في الثلاث ثواني العدد الكل للدورات في الفترة التانية اللي استمر اربع دايق العدد الكل اللي دورات في الفترة اللي هو قاعد فيها 22 على 5 من الثانية عشان يوقف يبقى لازم احسب كل واحدة على رحطة طب احسبها منين القانون اللي بقول المسافة بجيبه منين السيتا بتساوي ايه برافو عليك السيتا بتساوي الأوميجا ضد تي زائد ايه زائد نص زائد نص الفة تي تربيه من هنا هقدر اجيب الايه المسافة اللي هيتحركها في كل دورة طيب المسافة في الفترة الاولانية كانت الأوميجا ضد بكام نسينا احنا لسه مطلعين بيانات المسألة كانت الأوميجا ضد بكام بزيرو وكانت التي بكام بتلاتة سانية وكانت الأوميجا النهائية بكام بي اتنين وعشرين يبقى انا هقدر احسب المسافة بتاعتي عن طريق البيانات اللي موجودة عندي طب انا جبت الزمن بكام باتنين وعشرين على كام على خمسة وجبت هنا الألفة بكام باتنين وعشرين على تلاتة طب ما نعوض في القانون واشوف ايه اللي نقص عندي صح وليه نعوض كده سيتا بتساوي أوميجا ضد تي زائد نص ألفة ايه تي تربيه طيب بقى سيتا الكلام ده هيؤدي كده عندي ان سيتا تساوي الأوميجا ضدت زي ما اتفقنا بصف صفر في اي قيمة بصف الكلام ده كده هيساوي ايه صفرة زائد نص اللي في القانون بتاعتي ألفة بكام أنا جبت ألفة بكام باتنين وعشرين على تلاتة طيب التي تربيع خلي بالك التي تربيع الهين اللي كانت موجودة في الفترة الأولانية في المسألة اللي هي كانت التي بتاعتي بتلاتة سانية يبقى هنا التي تربيع في تلاتة في تلاتة عشان تربيع مش تقول تلاتة في اتنين زي ما بعضنا بنغلط ساعات يقول لي تلاتة تربيع بستة يا مستر أقول لك لا تلاتة تربيع يعني تلاتة في تلاتة أختصر كده على التلاتة في الواحد على التلاتة في الواحد على الاتنين في الواحد على الاتنين في الواحد على الاتنين في الواحد يبقى احداشر في تلاتة بتساوي تلاتة وتلاتين طيب تلاتة وتلاتين ايه يا مستر دي تلاتة وتلاتين ايه راد تخلي بالك أنا شغال بال ايه دي بـ 22 أنا عوضت عن دي بـ 22 راد المفروض هنا أنا بعوض دي بالراد بتاعي طب عشان أحول من الراد للرفليوشن بعمل إيه بعمل إيه نسيب التحويل دلوقت مفروض هقسم على 2 باي إنما من الررفليوشن كنت بأضرب في 2 باي على 60 عشان أحول راد على الثانية لكن هنا هقسم على 2 باي عشان أحولها لكم لف طيب أنا هشتغل على النهال للراد وفي الآخر مجمحها كلها على بعضها عمل التحويل مرة واحدة طيب أنا جبت هنا السيتا في الفترة الهين في الفترة الأولى اللي كان الزمن بكام بتلاتة سنة طيب سيت نين خلي بالك كده سيت نين سيت نين هو كان بقولي إيه في المسألة عشان تركز كده معايا بقولي المسألة تاني كده حدافة تتزايد سرعتها بعجلة منتظمة من حالة السكون لفترة 3 ثانية حتى تصل إلى 210 رفليوشا الفترة الثانية بقى تبدأه حيث تستمر في الدوران بهذه السرعة اللي هي إيه بالعجلة الهين المنتظمة لفترة كام ثانية 4 دقائق يبقى هنا طالما الجسم استمر بسرعة سبتة وعجلة منتظمة يبقى العجلة بتاعتي بتسوي كام صفر لا بتزيد ولا بتقل عجلة سبتة يبقى العجلة بتاعتها والألفة بتاعتها هتسوي كام صفر يبقى المعوض في القانون بتاعي اللي هو أومجا دوت تي زائد نص ألفة تي تربيع يبقى العجلة بتاعتي أصبحت بتسوي صفر يبقى الكلام ده هيتعدم عندي وبقى تبقى لي أومجا دوت في الايه في التي طب الأومجا دوت بكام بـ 22 يبقى 22 التي بكام باربع دقائق رفع عليك مش بثلاث دقائق لان انا دخلت في الفترة الهين التانية وبدأ هتسوي كام تمانية وتمانين بس دي دقائق هضربها في كام في الستين كده عشان يبقى كله زي بعض وراد على الثانية بيساوي صفر ستة في تمانية تمانية ومعنا الأربعة تمانية واربعة اتنين وخمسين يبقى خمس تلاف متين وتمانين راد على السكن او راد بس دي عشان دي مسافة ناقص راد بس طيب بقي لي السيتة التالتة اللي هي وقت بقى لما كانت السرعة بتاعت بتتناقص والزمن بتاعها كان باثنين وعشرين على خمسة ما كنا حسبناه وأحسبها بالمرة كده بسرعة سي تلاتة بتساوي الامجا ضد تي الامجا ضد بكام باثنين وعشرين في الفترة الأخيرة خلي بالك في التي باثنين وعشرين على خمسة زائد نص ها الالفة بكام ها العجلة كانت في الفترة الأخيرة بكام بخمسة راد على السانية تربيع يبقى في خمسة في التي تربيع لها تنين وعشرين على خمسة في اتنين وعشرين على خمسة تاني عشان دي ايه تربيع لما خلص دي بالألة الحسبة بتاعتك بسرعة أضربهم في بعض كلهم واجمع بعد ما خلص الضرب هتساوي 48 واربعين واربعة من عشرة رات يبقى السيتا الكلية بتساوي مجموعة دي تلاتة وتلاتين زائد خمس تلاف متين وتمانين زائد تمانية واربعين واربعة من عشرة هتساوي كلها خمس تلاف تلتمية واحد وستين واربعة من عشرة رات عشان أحولها للرفليوشن يبقى السيتا بتساوي خمس تلاف تلتمية واحد وستين واربعة من عشرة على اتنين باي زي ما قلنا هتطلع بتساوي تمنمية تلاتة وخمسين وتلاتة من عشرة ريفليوشن لفة هتطلع بتمنمية تلاتة وخمسين وتلاتة من عشرة لفة وكده نكون قدرنا نفهم المسألة مسألة بسيطة هي خالص ولكن متقسمة لتلات أجزاء كل جزئية اعتبرناها مسألة الوحدة وحلناها يبقى أنا حلت تلات مسائل في مسألة واحدة طبعا انا عارف ان الدرس ده سهل وانتو كنتوا مركزين معا فيه وانتو اللي حلتوا المسائل وبكده يا حبيبي اتمنى منكم ان انتو ترجوا الكلام ده في البيت كويس وتأكدوا عليه عشان نبقى ما فيش حاجة مفاتتتنا وان شاء الله الحلقة القادمة نكمل وناخد حركة الجسم الجاسئ في المستوى واترككم في رعاية الله وامنه متمنان لكم النجاح والتوفيق بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته